موسيقى 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 مرحب بكم أحبائي في حلقتنا الأخيرة في سلسلة دامة 52 حلقة استمتعنا فيها بفعلا عمق دسم الكلمة وشفنا شخصية المسيح المتميزة الفريدة المجيدة الرائعة السماوية اللي أظهر لنا بالروح القدس فعلا شخصيته وصفاته وإزاي نمتثل به وصلنا لختام أصحاح 13 وفيها بنشوف مشهد يعني فيه تباين واحد يحنى الحبيب قعد في حضن المسيح لكن على النقيد واحد آخر من تلاميذ المسيح يهوزة بيسلم سيده 30 من الفضة بطريقة خيانة مزرية شتان الفرق ما بين الاثنين لكن بنشوف في الجزئية دي مشهدين مؤلمين وأكيد محزنين للرب يسوع خيانة يهودة وتنبؤ المسيح عن إنكار بطرس لي على النقيد طبعا يحنى شفناه في حضن المسيح بالنسبة ليهودة كان الأمر واضح أنه لم يعد يؤمن بإرسالية المسيح أو أن يسوع ده هو الشخص المختار اللي هيجي يخلص إسرائيل من الاستعمار الروماني وبحسب فهمه الأرضي الوقتي كل الأمور دي ما حصلتش يبقى هو مش هو ده اللي احنا عايزينه يسود علينا وما قدرش يستوعب إرسالية المسيح خالص إرسالية الأبدية الأزلية لفداء الإنسان وإعادة الإنسان لعلاقة صحيحة مع الله وطبعا كون إن الشيطان دخلوا زي ما بقول الكتاب في الجزئية دي الشيطان دخلوا ما بتعفيش أبدا يهوزة من المسئولية يعني الشيطان نفسه زي يهوزة فكر إنه يقدر يفسد خطة الله لخلاص البشر بصالب المسيح والاثنين ما عرفوش إن موت المسيح هو أهم جزء في خطة الله الخلاصية لا يهوزة فهم ولا الشيطان كمان فهم وتفاصيل الفقرة دي بنشوف فيها علم الرب وإدراك والمطلق بكل مجرأة الأحداث من قبل حتى ما تحصل علمه بالغيب وهنا بنشوف دليل آخر على لهوته وعلمه بالغيب والشيء الملفت إنه برغم علمه بموقف يهودة وبطرس لم يتأثر حبه لهما إطلاقا وزي ما بنعرف إنه فيما بعد غفر لبطرس وأقامه وأعاده إلى مكانه وخدمته بعدما طبعا بطرس تاب وندم وبكى بكاء مرا رب أعاده وأكيد هو كان مستعد إنه يعمل نفس الشيء مع يهودة لو كان ندم طبعا وتاب وده بيدينا أمل ورجاء كبير إنه مهما ارتكبنا من أخطاء فالله جاهز إنه سمحنا لو فعلا ندمنا ندمنا عنها من كل قلبنا وتبنا ورجعنا إليه رب جاهز دايما بالغفران بقلب مفتوح في الكلمات الأخيرة الودعية شدد الرب هنا على أهمية المحبة العملية المضحية وقال إن بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم لبعض وكان الحب على طريقة المسيح هي العلامة العلامة الفارقة في الشهادة ليه وعنه وبنعرف من إنه بالرغم إنه قال وصية جديدة قال أنا وصية جديدة أعطيكم لكنها ليست وصية جديدة بالمعنى الحرفي طبعا لأنه مكتوب في تاتمية ستة في وصية عن إنه نحب الله وفي لوين تسعتاشر في وصية عن إننا نحب القريب كالنفس نحب الآخرين لكن المسيح ليه المجد هنا بيقدم لنا مستوى جديد مميز للمحبة وفي أصحاح 15 الرب كمان في آية 13 قال كما أحببتكم أنا وديه النقطة اللي فيها المقياس اللي بتاع المحبة الإلهية محبة مدفوعة بقوة الروح القدس بالولادة من فوق زي ما أنبأ الرب في العهد القديم في ارمية 31 وحزقيال 36 وطبعا في العهد الجديد في غلطية خمسة بنشوف ملامح المحبة دي إنه أول واحدة من ثمار روح القدس هي المحبة أول ما الإنسان بتولد من الله على طول بيظهر على حياته أول حاجة بتبان هي المحبة لأنه الله محبة فكرة إنه نحب كما أحب المسيح دي ثورة فكرية إحنا الآن علينا أن نحب مثل ما أحب المسيح المحبة المضحية ونوع المحبة دي مش بس يجذب الآخرين للمسيح وبس لكن يأوي المؤمنين مع بعض في وحدتهم في علاقتهم بعضهم مع بعض عشان يسندوا بعض في وسط العالم العالم المعادي لهم والعالم المعادي لله ربنا يساعدنا بقوة روحه إننا نظهر مشاعر المحبة بطريقة ملموسة وبطريقة محسوسة بسلوك عملي بالمعاونة وقت الشدة نمد إيدينا لبعض في وقت الاحتياج بالعطاء وقت الحاجة بتكريس الطاقة لخير الآخرين بعضنا لبعض في جسد المسيح طبعا نوع المحبة ده صعب أكيد مش سهل لكنه أكيد حيلفت نظر الناس إن المحبة دي مصدرها سماوي إحنا مزودين بقوة من مصدر إلهي مش معقول المحبة دي تكون بحبة طبيعية بشرية ده شيء إلهي دي طبعا إلهية دي سكيب الروح القدس جوانا مكتوب كده إنه الله سكب محبته في قلوبنا بالروح القدس المعطلة فاربنا يساعدنا أحبائي في الختام إنه ناخد كل الدروس اللي أخدناها من الحلقات دي وتصبح جوانا نهضمها وتبقى جزء من حياتنا جزء من سلوكنا جزء من كلامنا جزء من طريقة تفكيرنا من علاقاتنا من توجهاتنا في كل أوجه ومناحي الحياة ربنا بارككم وبتمنى أن ألتقي معاكم في المستقبل في برنامج جديد سواء استكمال للدراسات دي أو أمور أخرى رب يحفظكم بخير وبسلام ونكون على اتصال وحب أسمع منكم ياريت تتواصلوا معنا على صفحة القناة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك نحب نسمع منكم ونتواصل معكم ونشوف عمل الله في حياتكم وفعالية وتأثير الكلمة في حياتكم ونسمع اختبارات لمجد المسيح في حياتكم لإلهنا كل المجد الدائم إلى الأبد ربنا يبرككم وإحفظكم ويكون معكم أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر